أتمنى أنه قسم الرصد في هيئة النزاهة ترصد كلامي وتوصل إلى رئيس هيئة النزاهة عنده معلومات قوية تخص هذا الموضوع تخص التولي ما قدرت أنه أسول بيها أو أدل بيها إلا بعد صدور قرار يوم إعفاء الأستاذ على السادي طبعا من جملة المخالفات الموجودة والتي تقع على عاتق الأستاذ رئيس هيئة النزاهة السابق علاء السادي هو الكتاب الذي توجه الذي يخص التأمينات الضريبية الذي توجه إلى الهيئة العامة للضرائب هذا الكتاب إلى وزارة المالية المرقم 7079 الذي هو 31-8-2021 هذا الكتاب إذا تلاحظون الذي نشره أو الداول على صفحات التواصل الاجتماعي الذي فاتح به أو جوابا من مكتب التحقيقات مديرية التحقيقات الذي خاطب بمدير العام نسخة منه إلى رئيس هيئة النزاهة إلى مكتب رئيس هيئة النزاهة إذن هنا رئيس هيئة النزاهة كان على علم بهذه المخالفة الجسيمة رغم أنه موجود بهذا الكتاب ومضمونة أنه هذا الموضوع مشو يعني هذا الموضوع ما بمخالفة أو ما بمؤشرات يعني بعجالة يا أستاذ رائد عفوا أنا أستغل للوقت أنا أستغل للوقت نعم يعني بعجالة يعني المخاطر والمشاكل التي تحدثها بها رئيس النزاهة السابق والتصادم مع بعض الجهات التنفيذية أو الكتل الساندة لأطرافها الحرية في العمل التي لم يتمتع بها الساعدي هل سيتمتع بها خلفه؟ طبعا هذه الضغوطات موجودات هذه الضغوطات موجودة وكل التفاصيل هاي موجودة ولكن يعني أنا أستغرب على مسؤول في يوم خروجه أو في يوم منهاء تكليفه يدلب هذا التصريح يعني أين كنت سابقا يعني هذا ما المفروض هذا يكون سابق لأوانا وأنا أتوقع أنه الإقالة أو الاستقالة هي ما بعد الإقالة أنا أتوقع رئيس هيئة الرئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء قد أقالب وليس قدم استقالة أو قبول الاستقالة أو مثلا أنه قدم استقالتك لحفظ ماء الوجه شكرا أستاذ رابي هذا الموضوع فموضوع الفساد موضوع كبير جدا